السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة استكمالة للكورس بتاعنا في المحاضرة دي شاء الله هنتعرف على لاروفيل جيت ستريم وده نظام اسمه نظام تسجيل مستخدم جديد داخل البي اتش بي طيب هتقول لي يعنيه تسجيل مستخدم جديد من خلال جيت ستريم او لاروفيل جيت ستريم انا بقدر اوفر شاشة تسجيل دخول شاشة مستخدم جديد وتغيير كلمة مرور وابقت كما نقدر ابعت ايميل لليوزر ان هو يأكد كلمة المرور والكلام ده طيب وطبيعا انا مش هبرمج الكلام ده بايدي يعني مش هعمله من السفر لاني البي اتش بي او الاروفيل تحديدا بيوفر لي اداة تعمل لي الكلام ده ايه الاداة اللي هي جيت ستريم طيب عشان اجيبها لازم اروح على جوجل فانا علشان كده عشان اعمل ده او اوفرها بروح على جوجل وبكتب جيت ستريم هيدديني كده الخيارات دي كلها اقدر روح جيت ستريم دوت لاروفيل دوت كوم هادغط عليه كده وابن لينك اه انا نيو اه ممكن نضغط عليها كده ممكن تديك ارور ما تقلقش او فاتح اهي على حسب سرعة الانترنت عندك تمام يبقى انا بروح على جوجل وبكتب اه جيت ستريم وبعدين بدخل على لاروفيل جيت ستريم انترو دكشن ممكن ادخل لها عن طريق الموقع بتاحها جيت ستريم دوت لاروفيل دوت كوم حلو واضغط عليها كده هيدخلني على الموقع هنا طبعا في البداية بيوضح لي طبعا انترو دكشن وبيقول لي لاروفيل جيت ستريم لاروفيل جيت ستريم is a beautifully designed application starter kit for لاروفيل and provider وبيديك طبعا الخصائص بتاعتها واهميتها ومدى مميزاتها وبعدين هنا بيقول لك implementation for your application بيوفر لك للابليكيشن بتاعك هو بوفر لك بصورة اوتوماتيكية او من خلالها انك تعمل صفحة login وregistration ويميل وverification و two factor و authentication و session management و API كمان via حاجات كتير جدا بيوفرها لك لو نزلت تحت هنا بيقول لك jet stream is designed using هو تم تصميمه بت tailwind css و and offer you choice of live wire و inner tia طبعا انا طبعا مش هشتغل inner tia انا هشتغل على live wire تمام كده رجالة تقدر تدخل ال documentation دي عن طريق ال introduction وتقروها كويس ولو الانجليز بتاعك ضعيف هتاخد الكلام ده copy وتحطه في قموس جوجل هيبدأ يترجمه لك حلو طيب كده احنا عرفنا الدنيا بتاعتنا وما فيش ادنى مشكلة طيب عايزين بقى نحمل الليلة دية ايه الخطوات الاول طبعا تعالوا نشغل عندنا ال apache بتاعنا اهو هقول له start لازم خطوة اساسية لازم بتعملها هفتح ال vs code بتاعي بعد ما اشغلت السيرفر اللي هو ال apache طبعا ده first use انا يعني منزل نسخة ويندوز جديدة وبادئ معاك من الصفر كاني انت اللي شغال على جهازك هستغنم الدارك وهقول له اوكي وهنزل كده او هصغره وهنا هجيب ال project بتاعي اللي هو الادهم store هعمله كده هسحابه كده وحطه داخل ال project هنا بيقول له trust والله ده اول يعني ده first use عشانك عشان يعني امشي معاك stop by step واي error يحصل ممكن نتفادع مع بعضنا كاني انا بشتغل معاك من الصفر yes trust هنا هيجيب لي كل ملفات ال project بتاعي هنا هو تمام جدا انا شغلت ال apache حطيت ال project بتاعي داخل ال vs code طيب وبعدين يا باش مهندس هروح على component هقول له cmd وهاختار command prompt هيفتح معاي كده هقول له cd desktop الاول عشان يوديني على desktop وبعدين هقول له cd وهاخد space ادهم store واضغط enter ادهم store ممكن يكون كورا مبور يعني تسمي ال project زي ما انت عايز يبقى حيز انا حددت لي المسار عشان اي حاجة هتتنفس ده على ال project ده هل معنى كده ان انا اي project هتابع نفس الخطوات اه اه معايا باش مهندس اتأكد ان انا اخذها كلها كده copy وبعدين هرجع على cd بتاعي command prompt وهقول له control v بحيز يعمل لها paste و enter هيبدأ ينستول الحاجات او ال require اللي هو محتاجها jet stream عندي على الجهاز او داخل ال project بتاعي تمام هستنى لحد ما يحملها تمام جدا حمل الدنيا هو ممتاز ورجعنا على نفس المسار هرجع لل jet stream في ال illustration وهنزل تحت حلاقي هنا new application only والليلة دي تحت المربع الاحمر ده هلقي هنا php artisan jet stream install live wire وهنا live wire teams انا محتاج الاولى php artisan jet stream اه نقطتين install live wire هاخدها copy وبكرر اتأكد ان انا اخدها كلها كلها تمام copy وهرجع على cmd وقول له control v و enter هيبدأ ينزلها معايا دي الوقت ويمكن دي اتنين على حسب سرعة الانترنت عندك حلو جدا هنا استخدم الكمبوزر بدأ ينزل اهو مجموعة كبيرة دي الوقت وخالص تمام حلو جدا هو نزلها وزال full طيب هارجع لل jet stream داخل illustration وهنزل تحت هلاقي هنا finalizing the installation حاجات دي اللي تحتها محتاج انزل 3 package اول حاجة mbm install هاخدها كده copy اتأكد ان انا واخدها كلها وهارجع على cmd control v و enter طيب الكلام ده قلنا هننفزه مع اي project جديد حلو والتانية هقول له mbm run build هاخدها برضو copy وهارجع على cmd control v وهقول له enter تمام جدا التالتة بقى قبل ما اعملها هنا بيقول له php artisan migrate هاخدها كده copy ولكن مش هروح هنا لا انا مضطر دلوقتي اروح على افتح براوزر هنا هو صفحة جديدة وهقول له localhost هيديني الصفحة دي هروح على php my admin هاضغط عليها كده هو هيدخنني على mysql لازم انشئ قاعدة بيانات طيب ده mysql اللي موجود عندي هقول له new هسمي قاعدة البيانات دي مثلا ادهم ادهم كفاية ادهم او ادهم x مثلا وهقول له create او اي اسم يعجبك يعني تمام بس هاخدها الاول كده copy هقول له كله دلوقتي يبقى اسمي قاعدة البيانات ادهم x و utf 8 وتمام هقول له create الاول انا ده غط على new طبعا هلاحظ هنا انشأ لي قاعدة البيانات ادهم ايه زي ما انت شايفه هو فيش عندك ادنى مشكلة حلو جدا طيب وبعدين هرجع لي vs code اول حاجة عملت ايه انشأت قاعدة البيانات تاني خطوة هروح على vs code على فولدر الانف او ملف الانف ده هلاقي هنا ايه اهي في الاول خالص اهي انا فوق ادي واحد اتنين هي التالتة دي بي داتاباز لارافل حشيل لارافل وهقول له لا انا قاعدة البيانات بتاعتي اسمها ادهم اكس حلو ومنساش اضغط ctrl s حلو وبعدين هرجع على jet stream وهاخد دي كابي اخر حاجة اللي هي قولنا قبل من اعملها لازم ننشئ قاعدة البيانات وهرجع على cmd وحطها ctrl v و enter عملها بسرعة هرجع بقى على الوكال هست بتاعي داخل mysql وهعمل رفريش مجرد ما اعمل رفريش هلاحظ كده ايه ركز كده ركز الله يا كريمك فين ادهم اهي ادهم كانت فاضية اضاف ايه جواها fail job و migration و password receipt و personal access و sessions و user صحي كده؟ كلام جميل طيب تعالوا كده نشغل البروجيكت بتاعنا php artisan serve هيديني اللينك ده هاخده كده ctrl c وهرجع وهفتح اي براوزر و ctrl v هشيل القوص الزيادة ده تأكد ان ما فيش اي القوص زيادة وهضغط enter لو انت شفت الصفحة فوق ده لك ايه login و registration لو ضغطت على registration كده بص هيوديني فين صفحة registration جاهزة لانا تعبت ولا صممت ولا تعبت احساب ولا اي حاجة هحط ال name وال email وال password والايه وال confirm كمان اداني login عشان احط ال email بتاعه وال password وقدر اعمل login وكمان remember me كل ده انا عملته في ايه؟ في خطوات بسيطة يعني ولا خدت مننا اي وقت حلو كده؟ طيب وبعدين يا بش مهندس خلاص تمام؟ لا هسيب ال cnd الاولى دي شغالة وحرجح حين هفتح cnd جديدة وقبالك ال cnd الاولى شغالة وبعدين هقول له cd disk top عشان يوديني المصور بتاع الدسك top وهقول له cd نفذ الكلام ده على البروجيك بتاعي بقى اللي هو ادهم store وهضغط enter وبعدين يا بش مهندس هقول له ركز اولا يكرمك nbm run run ايه بقى div وضغط enter واستنى كده ايه اللي حصل؟ هنا البلدر زي ما انت شايف ده البلدر اللي هو البلدر هيراقب المشروع بتاعي اي حاجة تحصل اي تعديل يحصل داخل البروجيكت هيسمى هنا من غير معامل ايه؟ من غير معامل ريفريش طيب البيانات وعندنا الدنيا بتاعينا وربطنا قاعدة البيانات بالبروجيكت فيش عندي مشكلة تمام؟ هقول له ادهم الاميل مثلا ادهم صوبر اد مثلا جيميل اي اسم؟ بس المهم لازم تحط الات اه؟ وهنزل الباسورد وليكن مثلا ادهم واحد ادهم تلات خمسات وحكوم ادهم تلات خمسات اختلف بصور ده اللي يعجبك لمزجك تمام؟ هقول له ايه بعد كده؟ بص يلا هيحصل يا الله وداني كمان السيف والنفر والليلة دي كلها وبعدين هقول له مثلا سيف يحفظ الدخول لو انا رحت على ادهم كده بص هلاقي البروفايل وحلاقي لوكاوت لو انا دغطت على البروفايل كل الكلام ده تم في خطوات ايه؟ منت حلقة النام وحلقة الايميل وهنا لو عايز اعمل تشينج للباسورد بتاعتي بيقول لي هات الباسورد الحالية وبعدين حط الباسورد الجديدة وبعدين هيعمل سيف وحاجات كتير هنتعرف عليها المحاضرات اللي جاية ممكن ادخل عن طريق باركود الكلام ده هنعرفه المحاضرات اللي جاية لو انا رجحت ليه الماي اسكيو ال وضغطت كده وروحت على اليوزر جدول اليوزر انا في ادهم اهو ادهم اكس هضغط على الزائد واروح الجدول اليوزر هلاقي ايه بقى داخل الجدول اليوزر ده؟ هلاقي الاي دي واحد النام ادهم الاميل ادهم صابر اد جيميل دوت كوم والاميل فيرفايت لسه ما فعنهاش والباسورد بتاعه ادهلك ايه انكريبشن ايه رأيوكو بقى؟ كده المحاضرة دي عملنا ايه؟ احنا اضفنا اول صفحة عملنا غادة البيانات وربطناها بالبروجيك بتاعنا ارجوك الكورس ده مش سهل ظاهره وبسيط ولكن في دي التيلس كتيرة جدا فارجوك ما تنقلش على محاضرة الا انت مشطب المحاضرة اللي قبلها وهضمها هضم بص من الاخر ما تفوت ليش كلمة عشان تنجح في الكورس ده لان الكورس ده فعلا الكورس ده حيمزقكم يعني هيوصلكم الحتة تالية خالص داخل البي اتش بي انتظر ان شاء الله المحاضرة اللي جاية